هذه المنطقة يبدو أنها ذهبة إلى موجة ثورية من نوع آخر وستمس كل المنطقة ستمس كل المنطقة لأن الناس شافت أن الموجة الأولى أنت ما عرف بربيع الشعوب أو الربيع العربي بالعكس خلى فيما بعد الثورة المضادة والدولة العميقة أو الدولة العبيطة الدولة العميقة عند الدول العائلة عندها دول أما إحنا عندنا أنظمة عبيطة كما يقول المصريين سخيفة دولة العبيطة هذه رجعت بشراسة فضيعة وفعلت فعلتها في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان ولذلك أرى فيما أراه والله أعلم أن الموجة القادمة ستكون موجة من نوع آخر ستكون ثورات وثورات بالمعنى الحقيقي وأي ثورة تقوم ولا تطيح برؤوس الجنرالات ورؤوس الإعلام ورؤوس القضاء عندما يقول لا تطيح برؤوسهم موji معناها قتلهم إنما إطاحتهم من مناصبهم إخراجهم من مناصبهم عندما لا تطيح من الجنرالات من مناصبهم وكبار القضاء من مناصبهم وكبار الإعلاميين من مناصبهم وكبار دبلوماسيين من مناصبهم وكبار وزارة الداخلية من مناصبهم فرق تلعب يجب أن يتم الإطاحة بهؤلاء إطاحة نهائية ويتبنى الثائرون حتى وإن اختلفوا يتولون مرحلة يديرون فيها البلاد وإلا تعود الثورة المضادة برؤوس متعددة في تونس كان بن علي مبعد ولات رؤوس متعددة في مصر كان مبارك مبعد ولات رؤوس متعددة تعود برؤوس متعددة وتذبح الشعب وتدخل أحراره السجون ويفر من يفر ويدخل من يدخل القبور وهكذا يجب على كل الثائرين في هذه البلدان البائسة أن يتعلموا من درس 2011 وما بعدها الخصومة مع النظام أو الفوضى القائمة والعصابات القائمة هي صراع وجودي يجب إبعادهم نهائياً عن مراكز القرار لا يجب رأكم شفتوا السيسي أرجعوا للسيسي أنتم ما شايفينه يتمسكن يتمسكن إلى مرسي رحمه الله روالي أيمن نور قال لي أنه استدعاني مرسي باش وكنت قبل كان ننظر كانوا في جوان أو في مي باش يصبح هو رئيس الحكومة الجديد يعني يغير يكون رئيس وزراء فقال لي كنت جالس أنا و مرسي رئيس مرسي ما كانش مات أنا ذاك فقال لي كنت جالس معا كان في السجن هو يحكي لي أيمن نور هذه قبل ثلاث سنوات أو أربع سنوات قال لي كان كان تخل علينا السيسي قال لي لما تخل سلم علي وسلم على مرسي وبعدين قابل السيسي مرسي وقاعد يشوف فيه قال مرة مرة نسألونا سؤال يرد علي هو يشوف في مرسي ومهبط عينيه قال لي قلت له شوف لي قال له ما نقدرش لا أستطيع أن أغير وجهي عن هذا الزعيم عن هذا الرئيس عن هذا الملهم محمد مرسي رئيسنا فخامت الرئيس محمد مرسي وقالوا لا أستطيع يا سيدي يا أيمن نور لا أستطيع يجب أن أبقى دائما أنظر إلى نور محمد مرسي هذه الرواية والله غير على من عند أيمن نور وهو معروف يعني أحد معارضين المصريين معارض مشهور هكذا كان كان السبسي كان السيسي وشوفوه في الصور أرجع الصور وهو لابس اللباس العسكري وكيفاش دير يدي هاك وكيفاش مستمامة متمسكن وكيفاش خاضع ومبعد أقدم على انقلاب أدى إلى قتل الآلاف ورهوا معتقل عشرات الآلاف كثيرين منهم يموتوا في السجون وهربوا عشرات الآلاف وأكثر من مئة مليون اليوم رهوا مئة وخمسة مليون مصري إذا نحيت خمسة مليون عايشين مليح مئة مليون عايشين في بؤس أو ما يشبه البؤس عايشين في أوضاع سيئة جدا جدا لماذا؟ لأن الانتفاضة المصرية وأنا لا أسميها الآن ثورة لم تقم بالإيطاحة بكبار الجنرالات ولا بكبار جنرالات البوليس وضباط البوليس ولا بكبار القضاة ولا بكبار الإعلاميين ولا هؤلاء اللي كانوا مع النظام السابق المافيا السابقة يجب أن يختفوا من السياسة ومن الحياة العامة ممكن يتركوا ولكن يتم فصلهم نهائيا عن المشاركة في أي عمل سياسي هذا وش يجب أن يتم حتى لا تتكرر ما هو مكرر وهاني نوصي بها إخواني في الجزائر حيا أو ميتا هاني نقول لكم رأيكم إذا درتوا نفس التجربة لدارها المصريين هاي عاود تنقلب رأيت عاود تنقلب وهاكم تشوف مدرناش قا حاك ذاك وشوفوا ورهم الأحرار وشوفوا ورهم العصابات ولكن دائما ونحن نقوم بهذا نقوم به دائما بطريقة سلمية إبعادهم عن السياسة لا يعني إعدامهم إبعادهم عن الشأن العام لا يعني سحلهم لا إنما إبعادهم بحيث لا يتمكنون مرة أخرى لا يتمكنون مرة أخرى من العودة إلى المناصب اللي كانوا فيها وروحوا رتريت وروحوا تقاعد وروحوا تقاعد ويخلوا لهم دخل ليكفيهم هما وأسرهم باش ما يجوعوش ولكن يروحوا ما يرجعوش للشأن العام دائما في إطار سلمي كما دائما ننصي بذلك